المي، هيلل ماما اغتشار ميزة؟ طمنيني كيف صرتي؟ أحسن بشوي ماما؟ وقت عرفنا أنه عمتي تعباني جبناها لهون كتير منيح اللي سويته يا أبني بس نبين أنه وضع كتير سيء وفوقها جبتها لهون المسكينة بتكون هلأ تعبت أكتر ماما؟ لك شي ما بيقدر يلغي اجتماعه بكرة وكمان الصلاة بدأت تصير هون كتير مهمة ولو ما خلينا ماما تيجي لهون كانت سوارا كمان رح تضطر أنه ما تحضر معنا الصلاة بس هيك أنا و سوارا رح نكون جنبها لأمي وكمان رح نحضر لعرس سوارا وسانسكار بوجودها وهالمرة بتقدر تعطيهم مباركة بهالمناسبة وبهيك نحن فينا ندير بالنا عليها وبنفس الوقت ما من أجل العرس ايه معك حق راجيني؟ سوارا؟ وهاي أنا هلأ حلتلك مشكلتك الكبيرة شو ما بدك تشكريني؟ انتي ديري بالك على ماما وانا رح رح حضر كل شي لعرسك لازم العرس يمشي على الأصول لهيك جبتلك ماما لهم مشان ما نضطر نروح لأي مكان تاني ديري بالك على حالك ماما ديري بالك على حالك ماما لأتركه أنا باخده وش أنتاي سوارا؟ وليهمك أنا بطالعة ماما سوارا بتكون أختي وكمان هي اتزوجت وما قدرت تكون معا وهلأ أجدني الفرصة لعود لهذا الشي صحة سوارا؟ يلا أمي أنا رايح بس بس انتبه على حالك مم؟ أكيد ماما باي راجيني بتمنى لما أرجع على البيت بكرة المسر تكون كل مراسم العرص خالصة راجيني انتبهي على حالك وانت كمان باي باي سوارا أيدا وأعطي لماما أنا باعطي يا يا سوارا نعم ماما كان بدي إليك شغلة مهمة سوارا بتمنى تكوني عرفاني أهمية الصلاة اللي راح تصير بكرة لكي انتبهي لما بدك تتقدمي للصلاة مو متل هديك المرة لازم تعارفي بصلاتك لازم تهتمي بمبادئك وأخلاقك وشخصيتك سوارا لكي سوارا انت ما عم تاخدي حكي ماما بجدية بعد شوي راح تطلوب تروحي مش عن عرسك وانت وسانسكار ما راح يطلع بيئتكن شي سوارا هاد مش عن التحليل ايه قالوا لي سانسكار فاهمني انت ليش متدايق بكرة راح تتزواج من البنت اللي انت بتحبها فلازم تكون مبسوط ليش هيك زعلان لأني ما بأمن بانه الزواج بيكون طبيعي اذا صار برغبي من طرف واحد وبس الزواج بصير لما شخصين بيحبوا بعض وبيقبلوا بعض يتزوجوا بس لما الزواج بنبنى على الكذب ما راح يدوم راجي طبعا انت ما راح تفهمي حكي هاد لانك ما بتعرفي شو يعني الحب سانسكار انت هلا كتير سهل عليك انك تجاوبني على الاسئلي تابعي بس لا نشوف شو راح تجاوب بس يخلص كل شي ما راح تستفيد الشي لك شي هلا اذا ما رديت اني احكي الحياة لأي حدا شو راح تعمل سانسكار انا من هلا عم قللك انت ما راح تعمل اي شي انت عم تحاول تخوفني هيك وبنفكر اني بعد ما اخاف راح احكي الحقيقة شي مرة فكرت عن جد تجرب او حتى فكرت تقتل اخوك لك شي مستحيل انت تكون فكرت انك تقتل اخوك ما فيك تقتل أبدا ما فيك تعمل هيك عم تحاول تهددني وتخوفني لأحكي كل شي مخبة بس انا مستحيل اسمح لأي حدا يعرف حقيقتي شوفي يعني انت عم تفكر هيك هلأ ومع هيك انا مو مصدقتك لانو لو كان هلشي عم تعملوا فيني يمكن كنت عملت شغلات افضع من هيك لانك بتكرهني وحقد علي بس لك شي ماما لاك شي بيعتبرك متل ام وانتي ما فيك تسمحي انو يصير لابنك شي ممليح وزوارا وانتي اكتر واحد بتحبيه مستحيل تقدري تأزي الشخص اللي بتحبيه وسانسكار حتى انت تغيرت وصرت تناديه له اخي لهيك ما رح تقدر تقتله ابدا لهيك بفضل انك توقف لعبتك لانو رح تزيد عن حدا واسمعني شو رح اقول لك واعملوا اللي بتكون يا هلأ تنتين ونص والاجتماع كان الساعة تنتين ويمكن يصل بعد الاجتماع واكيد رح يتصلوا من مكتب لكشي عالبيت فورا وهنين رح يخبروا لعيلك اللياتا شو اللي صار معلاك شي وبعد شوي في شي رح يصير شي لازم كتير تنتبه منه اللي بدي تفهمه مني اني بنصحك رجع لك شي بصحته ونصيحه إلك بأسرع وقت وقال له اتنيناتكم رح تتزوجوا او رح روحوا وخبر الكل انو زواجكم كله كذب لانو لانو انا ما رح تنازل ولا اضعف قدام تهديداتك تليفون عم بيرن انا بنصحك تترك لكشي بسرعة او بعمل اللي براسي قلت لك سنسكار ما كان في داعي تعمل كل هالشي هاد ما كان في قدامنا طريقة تانية اكيد التليفون من المكتب وهن انطبع رح يقولولنا اذا وصل على المكتب ولا لا وما رح خاف بعد ما اعرف الو وبعد ما تسكر رح تتصل دغري بعمي وعمي ومرت عمي رح يخبرو الشرطة لانو لكشي مخطوف والشرطة رح تلاقي لكشي وبعد ما يحقوا بالقضية رح يعرفوا انو انتو السبب وبعد هيك ما عاد في داعي لكم شو رح يصير للكو رح تكونوا بالسجن هلا بتشوفوا كيف ماما ماما مين عالتليفون هادول تصلوا من مكتب لكشي طيب وشو قالوا لك؟ بدون يخبرونا انو سيارت لكشي تعطلت على الطريق وهو رايح على الشغل لهيك لغيوا الاشتماع اللي كان عندو شو؟ معنا هلا لازم نروح لعندوه ونساعدو لا 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 تشغلي بالك بهاي الشغلة اصلا هني عم يدقولو جوالو مسكر لهيك نحنا مراح نقدر نعرف وين هو واقف منيح انو لحا يخلي المكتب يتصلولو بالميكانيكي لا يخدولو السيارة قبل ما يطفي موبايلو ماتاك ليهم هو رح يرجع بكرة بعد ما يحضر للاشتماع شبك راجيني يمكن انسيتي انو اللي علمتك اللي هاي التخطيطات والحركات من قبل شبك انا استاذك لهيك تفكيري وخططي باسمك وتفكيرك بخطوة حتى الميكانيكي انا باعتو ومن هلأ لبكرة المسا ما حد رح يشك بانو لك شي كان مفقود ومن هولا وقتا ممكن يصر له اي شي موسيقى 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 اشتركوا في القناة سانسكار انت طلبت منهم يضربوه اي طلبت منهم هاد الشي اذا حاول يهرب سانسكار فاهمني كيف بتمنى تكوني فهمتي هلا انه انا ما عم بمزح ابدا سانسكار لسيان انه هاد اخوه الاحسن اليك ما تحكي عن موضوع الاخوات راجيني وهلأ فكري منيح كيف رح تروحي تخبري العيلي عن حقيقتك شايف اللي صار بلاكشي هلأ انا مستعد اعمل فيه اكتر من هيك بكتير تاعي سوارا تاعي سوارا شو مشكلتك انت كيف قدران تعمل هيك بلاكشي انا ما طلبت يعملوا هيك قلتلول ما حدا يمد ايدو عليه بس ما حدا رد عليك لك ما شفتهم كيف كانوا نازلين في قتل شو رح هيكون صار فيه هلأ انت رح دقلهم لأ مو هنيك مش ويك انت هنيك شوفي سوارا وينا ماما عملت جاه تكون لتلعبوا هاللعب معي وهلأ صار دوري اعمل شي سوارا انتو خطفتوا لهكشي بس لا تحرقوا لقلبي وانا خطفت ماما راجيني كيف تتجريت عن هيكشي معاول انتي من ثوراتي خطفتني ما سوارا ما صار شي عليها هي كتير منيحة بي حدا اتصل فيها ولا انو عنده دليل اوي يثبت انو انا اللي دفشتك على النهر بيوم هرسك وهي راحت مش انتاخد هالدليل هذا ولهيك سمعيني منيحشو رح لك سوارا هلأ لازم تعملي كل شي رح اقلك عليه اول شي لازم ترجعولي لك شي على البيت سالم وبكرا لازم تصير مراسم العرس تبعك واذا ما عملتي هيك لازم تخبري العيلة الحقيقة واذا كمان ما رضيت تقولي هالشي كله واذا رح انقذ لك شي بطريقتي وخلي العيلة تعرف شو عملتوا ورح اعطيكم مهل الى نص الليل وبس وهلأ رح اترككم مشان تفكروا حتى انتي مانك حابة انك تأزيها لماما ولا تختاريها راجيني اتطلعي كيف عم ترج فيه اتبين انك خايفة من اللي عم تعملي صح سوارا انا خايفة وخايفة كتير كمان بس اللي عملتي انتي اليوم ما بدل على انك خايفة متلي ابدا كيف هان عليكم انت عملوا هالشي بلاك شي شو ما حاولتوا تعملوا فيني رح يقويني اكتر صوارا صوارا بيكون احسن النا اذا بتحكي للكل عن حقيقة زواجك ممكن يهاصبوا منك بس وقتا ما ما رح تكون بامان لك صوارا صوارا لازم تستوعبي الحكي اللي انا عملك يا صوارا ليك صوارا اذا بتحاولوا وبتفكروا انكن تأزولا لك شي باي طريقة لحتى تنطقموا مني وقتا استدقوني رح دفعكن تمن هالشي غالي كتير انتو الاثنين شو تمثيلتك هلا شو تمثيلتك هلا او شو عم تخططي يلا احكي خلصيني أنا بعرف يا لك شي أنك ما عاد بتوسق بحكي وما بتصدقني أبدا وأنك حاسس أني كل مرة عمكون مخططة لأعمل شي شغلة مو مشكلة بس أنا اليوم رح خبرك بشي وهو أنه لحالك رح تلاقي الحقيقة وما رح حاول بيين لك ياها ولا أكشفها بس إي أنا هلأ رح لك قصة واحدة هي القصة اللي هي أكبر حقيقة بحياتي واللي ما بهمني أي شي تاني غيرها وإنت براحتك يا بتصدقها يا أماما بتصدقها يعني أنت وضميرك لك شي ليك بهذا المكان حزنا فرقنا عن بعض لآخر حياتنا وغيرنا وغيرنا حياتنا كلها كمان من هون كل شي كنا عم نحلم فيه أنا وياك ضع وانتا وفقا قلب ضدنا كمان وبعدها أنا مشيت بحياتي كم خطوة لقدام بس اتراجعت ألف خطوة من جواتي لاك شي لازم تعرف أنه أنا وسانسكار اللي خططنا لخطفك هالمرة لأنه كنا مفكرين أنه الحقيقة رح تنكشف قدام الكل وقت نعمل هيك فيك بس لا كل شي بعدها مشي بالعكس مشان هيك أنا ما كان عندي طريقة تانية غير إني إيجي لعون هلأ بس سوارة خلاص بقا سمعتك بما فيه الكفاية وفهمت حقيقتك منيح تعبت منك ومن حكيك اطلع نحن هنيك ما نصلي أنا رحت لهنيك يوم العرس وصليت وأخدت البركة من أبونا سوارة أنت سرتي قايلة هذا الشي ألف مرة لو سمحت لك شي معلش خليني يكمل أندي لازم تكون بتعرف أنه نحنا في عنا طقس خاص هو أنه البنات بيوم عرسهم بيجوا لهون مشان يصلوا ويطلبوا التوفيق وأنا عملت عيك لك شي اجيت لهون بيوم عرسي وبعد ما صليت أبونا عطاني صينية الورد كالعادة وقال لي اجي لهون وقرمي يون بالنهر وبالفعل اجيت وقفت ادعي دعيت مشاني ودعيت مشانك ودعيت وطلبت من القدير أنه يوفقنا بحياتنا الجاي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها